ينضم إلينا من القاهرة مرسلنا سامير عمر ومن القدس مرسلنا عبد الرحيم الفرسي عبد الرحيم أبدأ معك ونطلع منك على الأجواء بعد نقل الوفود أو ذهاب الوفود إلى هذه المفاوضات في الداخل الإسرائيلي الاتهامات علنا وبطريقة أوضح وفي الصحافة الإسرائيلية تعتبر بأن تعديلات نتنياهو اليوم هدفها نسف هذه الجولة من التفاوض كارولينا إنه الاستخفاف بعينه والعبث بحياة وأرواح المحتجزين في غزة هكذا علق كثير من أنصار وذوي المحتجزين في غزة إضافة إلى معلقين السياسيين رأون أن تصريحات أو شروط نتنياهو الخمسة التي وضعها وسربها قبل اجتماع كان مقررا له أمس مع القادة الأمنيين ومع وزير الدفاع يواظ غالانت من أجل بحث سبول التوجيه الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة ما حصل إذن هي شروط خمسة أعتبرها كثير من المراقبين هنا تعجزية وما هي إلا تنطيط وتمديد وتأخير للتوصل إلى صفقة اعتبروا أن قرار نتنياهو اعتبار الحرب في غزة غير مشمولة بأي قيود زمنية وفرد شروط تمنع عودة من يصبهم هو بالمخربين إلى شمال غزة وكذلك اتهامه ضمن لمصر بأنها تسمح بتسريب أسلحة عبر الحدود إلى حماس ومسألة معبر رفح وكذلك خط فلاديلفيا هذه أمور عدة اعتبرها أنها مجرد تسويف ومحاولة أخرى لتمديد أمد الحرب بالمقابل هو أعلن عن قبوله بالصفقة التي جاءت بها إدارة بايدن هذه الصفقة التي قال المراقبون أنه نسفها من الداخل وبالتالي الأزمة المتواصلة وجاءت هذه التصريحات أو هذه الشروط فقط خلال يوم شهد حملة تشويش كامل كبرى في مختلف ربوع إسرائيل وقوف الأنصار وذوي وعائلات المحتجزين في الطرقات وقعطعهم لها أيضا وقوفهم أمام مباني حكومية وأمام بيوت الوزراء وأعضاء الحكومة كل هذا جعل أن المرحلة المقبلة من المفاوضات سواء كانت وجهتها الدوحة أو القاهرة مجرد عبث وأن الخيوط كلها يمسك بها نيتانيهو ونيتانيهو لا يستطيع أن يفرط في عقد حكومته مع اليمين المتطرف ولا يستطيع أن يعلن عن انتخابات فورية كما يطالب بذلك مناوئه سمير أجواء القاهرة نطلع عليها معك تفضل يعني نحن الآن في مقار ردارة الخارجية المصرية التي عقد وزير خارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي مؤتمر صحفين مع فوض عامل أونروا وكان واضحا في استعراض وجهة النظر المصرية فيما يتعلق باستمرار الجهود المكثفة من أجل بلوغ صفقة التهدئة والتبادل وأيضا استمرار تأكيد القاهرة على بدل كافة المساعي من أجل تواصل الوقف بإطلاق النار وإدانة كاملة لما تقوم به إسرائيل من العمليات تستهدف ألاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة فيما يتعلق بمسار التحرك المصري بشأن اتفاق الهدنة هناك محددات رئيسية مصرية ترى أن ما قدمته حركة حماس من مرونة في ردها الأخير جدير بأن يحول هذا المقترح إلى برنامج عمل سريع يبدأ من خلاله تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول هذه الهدنة موضع التطبيق لكن جهود القاهرة وجهود الدوحة التي أكد عليها بالمناسبة وزير الخارجي المصري بدر عبد العاطفي في مؤتمره الصحفي جهود القاهرة وجهود الدوحة تصطدم بعقبات كأداء يضعوها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وللتمثلت فيما وضعه من شروط خمسة أو كما وصفت بأنها محاولة جديدة من نتنياهو لنسف هذا التحرك لكن على الأحوال وبغض النظر عام ما يسعى نتنياهو لفعله فالواقع يقول أن القاهرة تصطديف وفودا إسرائيلية هناك اجتماع سيضم رؤساء المخابرات مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة بشأن كيفية دفع هذا المصر نحو بلوغ محطة وقف إطلاق النار والتفاق على هدنة صحيح أن هناك عرقية ضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو صحيح أن الظرف الميداني في غزة يمثل عنصر ضغط إضافي على فصائل المكامل الفلسطينية صحيح أيضا أن الظروف الداخلية في إسرائيل والتصاعد الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب وصفقة التبادل تمثل عنصرا ضاغطا على بن يمين نتنياهو وحكومته المتطرفة لكن كل هذه العوامل ووفقا لمصادر مصرية لا يمكن أن تحدث اختراقا كبيرا في هذا الملف في هذين اليومين ولكن على الأقل القاهرة تؤكد على بذل مسعها خلال هذه الأيام سواء عبر لقاءاتها في الدوحة أو عبر لقاءة في القاهرة بمشاركة أمريكية قطرية ووفود من إسرائيل لكن على الأقل هناك جهود ستبذل خلال هذه الأيام ليس هناك تفاول بحدوث اختراق في ظل ما يدعوا يتنيهم العرقيل لكن هناك تكثيف للجهود على أمل أن تصفر هذه الجهود عن تواصل الاتفاق بعدما أبدته حماس من مرونة في ردها الأخير شكرا جزيلا لك من القاهرة مرسلنا سمير عمر ومن القدس عبد الرحيم الفرسي شكرا جزيلا